ترجعتش تبا مع محمد هاني؟ اه 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 اي رايت في محمد هاني الفاطر اخير محافظة بارتو استمراريه خلاك هو اه اه هو استمراريه سعد ببقى جمج جدا وسعد ببقى في عفرسا هي استمراريه لكن هو عليه بكويا بس اوا محمد هاني هي دي النقطة اول ناس حطوها في الحتة هو في الحتة بتاعت انت اه ها انت ريسة مجيبش اخرك هي دي طب انت هجيب اخرك امتا اه فاهم او فاهم اه هي دي انت ابقى المرة اللي قلت ان محمد هاني مشكلتي معاه انه مفيش باكرايت في مصر وانت دي فورستك انت فكرتني الحاجة جميلة جدا هو نهاردة منتخب مصر اللي انت مصر مصر اللي فيها مئة مليون دي اه فوضع يا باكرايت مين اللي كان باكرايت النهاردة اه اه كان شوية عمر جابر و عمر كمان عبد الواحد طيب عمر كمان واحد عشان فيوتر معدومش باكرايت فلعبوه هو يعني عدوه فبلعبوه باكرايت اه طب انت احب اصدمك بس عشان انت بس في حتة كنت بتكلم لا بكلم ايو ده فكرتيني بس ده انا هصدمك بالليد تفكرتين اه بيلا انت عايب مين اخر باكرايت جايف مصر اه اه احمد فالحي ولا ايه صح ابراهيم حاصر ابراهيم حاصر ايه شاهم افاتح حاصر مش مركزه باكرايت ايو كان صح اصلاح اصلاح شاطر برضو بس اصلاح شاطر مداش منتخب مصر كتير بس كان باكرايت بس اخر واحد صح صح باكرايت ابراهيم حاصر طب في اتخيل ده بقى دي باك مين تجيب لي بقى ريسة هالكور اه انت بتعمل ايه بقى طب انت فين باكرايت انت عايز ايه بقى على فكرة هو ده اللي بيخطر هو ده هو ده اللي بيبص على كل المنظومة بتاعت كور انا النهاردة عندي كم ناشي باكرايت عندي كم عشان انا اعرف اوصل الستة وعاشتين دي واعمل اي حاجة غير التمثيل المشرف اللي انا يعني كل انا حنروح حوليسة تمثيل المشرف شغل اه لازم تخطط لو هتعمل ايه الى الستة وعشرين اه على فكرك هتلاقي النغمة كلها شغالة كده بس سيبك من النغمة احنا هنعمل ايه فين بقى محمد هاني من الباكرايت في مصر دلوقتي انا عندي انا لاعب كنت بتنشر جدا ان انا بقى لاعب كبير افضل باكرايت في مصر وخلافه اتأخر كتير لدرجة انه الجملة الشغيرة اللي انت بتسمعها وبتقرها على السوشال ميديا دايما او محمد هاني يا جماعة يفضل لاعب سعد انا بسمعها كتير اه هو مطالب انه هو يثبت للناس الاكثر انا عاف انه هو لعيب كواس جدا اعرفه بس هو محتاج ثقة الزيادة في نفسه ومحتاج انه تاني الاستمرارية هتلاقي هاني تساعد بيلعب بتصد جاملة جدا جدا هي استمرارية لدرجة اللي انا قلت يا محمد هاني لاعب كاس عامل عند ايه بيضعب بمستوى عالمي بس ايو 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 يعني في الاتنين كاس عامل عند ايه واربعض كان احسن اللعب في الهاتف لا او مضحاتش يدر انك انه ليب كويس ما طبعا لك اما شوفها مثلا مطش الاخراني بتاع الفادي اتلوه كلو عشان غلطة بتاعت البداية اللي هي اصلا غلطة مين بقى ام يعني اللي هي اصلا مش الكورة بقى مش المطش اصلا اللي هو مش الجول اللي هو المطش اللي تلاعب في المرغ بقى غلطة مين غلطة مين انت شايف غلطة مين اتحاد الكورة طيب افكا اتحاد الكورة بيمثل بكورة مصرية انت النهاردة سيبك بابا ان الاهلي وان انا هقلك اهلاوي وبيدفع لأ انا مناش دعوه يلاقي دعوه بصبت مصرف سازم يكون قوي قوي دي معناها ان انا ما ينفعش هو الجو بتخبه ولا ما تقراش اخبك ان ان انت عندك سلوه هنا في البلد او في الكورة انت ما تيجي تبعت مثلا فاكس زي فضلات لسه فيه فاكسات بتتبعت ما فيه لسه فاكسات الفاكس بيتخب ده عفكرة ده فيه فاكس جيه او فاكس موجود عشان تخبيه يعني هو ده المبدأ في البلد المصرية تبعت فاكس عشان الواحد يخبيه فما معرفش بقى الورقة دي جت فتخبت بايدفول بقى اللي هو نفس بالوراس فهيتخبت عشان ما تشافتش ولا تخبت عشان حاجة تانية شكرا